تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن أحرز الجيش الحر تقدما في البادية السورية باستعادته السيطرة على منطقة أمرامرام بعد اشتباكات أسفرت عن قتل العشرات من قوات الأسد والميليشيات الموالية لها مصادر في الجيش الحر أكدت تدمير دبابتين وعدد من المدرعات التابعة لقوات الأسد وإرغامها على الانسحاب إلى منطقة مكحولة أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رسميا إتمام عملية تحرير مدينة الموصل من احتلال داعش ووصف العبادي تحرير المدينة بأنه انتصار على الظلام والوحشية والإرهاب مؤكدا أن أمام العراقيين الآن مهمة تطهير خلايا داعش المتبقية وهي عملية تحتاج إلى جهد استخباراتي وأمني على حد تعبيره أذرت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان لها من تعمد الحوثيين تعطيل وصول الإمدادات الإغاثية للمواقع التي يسيطرون عليها وسرقة بعضها بالإضافة إلى استهداف الموانئ التي تصل من خلالها مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الطرف الإنقلابي لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة قتل ستة من الأفراد المنتمين لداعش في عملية دهم شنتها قوات الأمن المصرية على شقة في محافظة أسيوت وقالت وزارة الداخلية المصرية أن الشرطة عثرت على أسلحة آلية وطلقات وقنبلة دفاعية وملابس عسكرية بحوزة المسلحين نلت شركة أرامكم موافقة الحكومة على إنشاء شركتين لتطوير وتشغيل مدينة صناعية جديدة في السعودية تحت اسم مدينة الطاقة الصناعية في مسعى المملكة لتوسعة قاعدتها الصناعية على ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ومن المقرر أن تبنى المدينة التي سيتم تطويرها على مساحة خمسين كيلو مترا مربعا في المنطقة المنتجة للنفط دفعت الحرائق الهائلة السلطات الكندية إلى إجلاء عشرة ألاف شخصا من منازلهم في مقاطعة كولومبيا البريطانية الواقعة غربي البلاد وقالت السلطات إن التقص الحار والبرق وسرعة الرياح من الأسباب التي أسهمت في امتداد نيران إلى وسط المقاطعة ما أسفر عن تدمير منازل ومبان يصعب تحديد عددها بسبب كثافة الدخان ولا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أي خطول للأمطار هذا الأسبوع في كندا ودع المصنف الرابع عالميا الإسباني رفيين نادال منافسة بطولة وينبلدون للتنس من الدور الرابع نادال المتوج باللقب مرتين من قبل خسر أمام اللوكسنبورغي جيل مولر بمجموعتين لثلاث بعد لقاء استغرق نحو خمس ساعات مولر حقق الانتصار الثاني على نادال في ست مواجهات نهاية الموجز في أمان الله